سجلات هاتفية ومكالمات أجرها أكثر من مئة من مراسلي ورؤساء تحرير وكالة Associated Press تقول الوكالة أن وزارة العدل الأمريكية وضعت يدها عليها سراً ومن دون علمها ما بين شهري أبريل ومايو من العام الماضي سجلت تلك المكالمات من مكاتب واشنطن وهاردفورد وكنتكت وحتى من مكتبها في مجلس النواب الأمريكية خطوة أثارت غضب وكالة الأنباء التي اعتبرتها تدخلاً سافراً ومكثفاً في عملها هذا ليس تحقيقاً على نطاق ضيق وإنما تم على إطار واسع لا نعلم محتواه الفعلي لأنهم لم يخبرون لهذا السبب فإن مديرنا التنفيذي جاري بروت بعث برسالة شديدة اللهجة إلى المدعي العام يعبر فيها عن تنديده بطبيعة هذا التحقيق لكن المكتب المدعي العام رفضت تعليق على هذه الاتهامات التي كشف أن بعضها يتعلق بتقرير حصري خاص بأسوشييتد برس أفاد بأن وكالة الأخبارات المركزية CIA أحبطت مخططاً للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة من اليمن إلى الولايات المتحدة ويعتقد أن وزارة العدل كانت تريد من خلال هذه السجلات معرفة المصدر الذي كشف عن هذا المخطط ما يؤشر على فتح جبهة بين إدارة أوباما وبين وسائل الإعلام في الولايات المتحدة رغم أن البيت الأبيض نأى بنفسه عن هذه الممارسات وكان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون برانين قد وصف في العام الماضي بث خبر مخطط اليمن بأنها عملية كشف لمعلومات سرية بطريقة غير مرخصة وغير مسؤولة وفاء زيان بي بي سي ترجمة نانسي قنقر